عايز أخدك في جزئية تانية مهمة جداً تخص أسوريو مدير الفاني النادي الزمالك هل أزاماته المالية انتهت؟ هل مشاكله المالية انتهت؟ هل هو مستمر مع الفريق؟ ولا ممكن فجأة لقيه اختفى من نادي الزمالك؟ أموره عاملة زي أسوريو في نادي الزمالك دلوقتي هو كان هيختفي بس الحمد لله كان هيختفي؟ طبعاً كان هيختفي في ظل الفراغ الإداري اللي عانى منه الزمالك الفترة اللي فاتت الرجل مش عارف يتكلم مع مين؟ الوضع إيه؟ الرؤية راحل فين؟ اتكلم أكتر من مرة في أزمة مستحقاته المفاجأة اللي برضو أول مرة تتقال أن المجلس اللي راحل أو القدم استقالته اداله فلوسه بالمصري أربعة مليون جنيه فقالوله خد فلوسك مصري مؤقتاً وانحولهم لك دولار لما يتوفر الدولار في نادي الزمالك وتاخد فلوسك بالدولار لا اسفلنا عشان اللي كانت قال أنه سوريو خد مستحقاته هو خد جزء منها بس بالمصري ده إمتى؟ أنا مش بكلمة كلمة اللي فاتي المجلس الصابت بالضبط لكن بعد رحيل المجلس الصابت بدأ رجال الأعمال يتدخلوا منهم ناس ينتوه الترشح في الانتخابات المزمع أقامتها 20 أكتوبر قعدوا مع أسوريو جلستين في الجلسة الثانية الرجل حصل على 91 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة بالكامل المتبقية بالكامل وانتهت الأزمة تماماً هو بقى ومساعدينه الأجانب ولكن فيه أزمة تخص المساعدين المصريين إن حتى الآن من ساعة مجوم ما أبضوش ولا جنيه يا خبر فيض ولا جنيه متحة بادي بقى عبد واحد السام مع حفظ الأرقاب ومتحة أحمد والطقم المصري كله يعني كده أسوريو مكمل مع ناس الزبالي خد فلوسه خلاص أسوريو في القاهرة أسوريو في القاهرة أبقرأ في معسكر والراجل مبسوط واللعيبة مبسوطة معاه والأمور هادئة هو المشكلة اللي قبلته شوية قصة القيد وقصة إنه ما فيه صفقات ولما قعد مع رجال الأعمال في الجلستين اللي قعدوه اتكلم في الحتة دي قالوا له طيب أنت محتاج صفقات قالهم على الأقل لو فيه صفقتين لأن عندي أربع جوالات في دور الأبطال قبل القيد في يناير فلو فيه إمكانية أن تحلوا قزمة قيد ونضم على الأقل صفقتين قالوا له هنحاول بس الأمر صعب إحنا مش هنوعدك وعقود ما نقدرش ننفذها هنحاول نفك قزمة القيد ونجيب على الأقل اتنين لعيبة زي ما أنت بتقول ولكن طبعا الأمور رحل الاتجاه صعب جدا في قصة النزمالك يلحق العيبة يعني تبخد دي بقى أسوريو مسافر هنحاول خمس أيام وأول خمس أيام في المعسكر اللي هنحاول الفريق فيه ومتحد عبدالهدي خلاص أسوريو خد قراري سافر هل بقى في بداية المعسكر أسوريو يسافر هل هذا طبيعي ومنطقي؟ ما عندش معلومة لا 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 يعني لو المعلومة تأكدت هل طبيعي ومنطقي في أول معسكر يبقى مش موجود؟ لا مش منطقي خاصة أن أنت عندك ماتش أرطى سونار بعد أسبوعين آه بعد أسبوعين فمش منطقي طبعا يوم 16 مش منطقي أن أنت النهاردة بتتكلم أربعة فهتسافر خمس أيام ترجع يوم تسعة أو يوم عشرة مثلا فبعدها بستة ومسافر رزي مالك مسافر أصلا جيبوتي يوم 13 صح أعتقد هيكون صعب إلا لو الرجل استأذن عشان عنده ظرف مثلا أو حاجة قصة تانية غريبة جدا طيب